اهلا بكم عزيزيان المتابعين معكم الدكتور تامر في الفترة الاخيرة كده زياد الكلام عن ادوية خفض الدهون وان الادوية دي ضرة وانها بتكسر العضلات ولمنهاش اي فايدة وان شركات الادوية صنعتها عشان تكسب منها فقط لغير حتى ان في بعض الناس كمان قالت ان ارتفاع الLDL مفيد ومش دار خالص خالص زي ما انت سامع كده المفروض تفرحين من ارتفاع الكلسترول الضار لا تخافون من ارتفاع الكلسترول الضار أي دكتور يخوفك من ارتفاع الكليسترول هذا معناه أنه هذا الدكتور بطل يقرأ من يوم تخرج من الجامعة الأدلة الحديثة والعلوم والدراسات الجديدة كلها أثبتت عكس ذلك شوفوا مثلا هذه الدراسة هذه الدراسة راجعت تسعة عشر دراسة وقيمت على ثمانية وستين ألف مريض والدراسة هذه تقول أنه كل ما زاد ارتفاع الكليسترول الضار عندك وكل ما زاد فرصة حياتك وطولة عمرك والحقيقة هي أن الدراسة اللي هي بتقول عليها دي حتى دورت عليها ملقتهاش فيلا بينا ندردش شوية عن الموضوع ده وما تنساش في البداية اعمل للايك للفيديو بص يا صديق العزيز لا شك أن ارتفاع الـ LDL ضار جدا بالجسم وبالأوعية الدموية ارتفاعه عن المستويات الطبيعية بتاعته والدراسات على مدار أكتر من خمسين سنة أثبتت الكلام ده وهسيب لك شوية مصادر تحت تقدر تشوفها وكمان تقدر تترجمها لو أنت مش طبيب النقطة التانية أن أدوية خفض الدهون دي أدوية مهمة جدا جدا للحالات التي تستدعي هذه الأدوية فعلا الناس اللي احنا تكلمنا عنهم اللي ممكن يكون عندهم مشاكل في القلبة أو الأوعية دموية عندهم ارتفاع شديد في الـ LDL الناس دي لازم تاخد أدوية لخفض الدهون وده مدروس في كل كليات الطب على كل المستويات باكالوريوس، ماستر، دكتوراه، زمالة، أي درجة علمية الكلام ده مثبت عالميا في كل الدول النقطة اللي بعد كده لو أنت بتتكلم عن مافيا شركات الأدوية فعايز أقول لك أن الشركات اللي بتصنع أدوية خفض الدهون برضو بتصنع أدوية القلب وأدوية الضغط وأدوية السكر وأدوية المعدة وأدوية السرطان فأنت لو عايز تقاطع هذه الشركات أو أنت شايف أن هي تجارة فقط فخلاص مش هناخد أي دواء وأنا معاك على فكرة أن هي تجارة لكن احنا بيهمنا اللي يفيدنا والحكومات والدول والمنظمات المسؤولة عن التصريح بالأدوية مش بتصرح بأي دواء غير بعد دراسات مستفيدة على هذا الدواء ممكن تقعد 15 سنة زي الـ FDA مثلا ونظمة الغذاء والدواء الأمريكية النقطة اللي بعد كده أن ما تصدقش أي حاجة على السوشيال ميديا السوشيال ميديا بقت بيئة خصبة وسريعة الانتشار للخرافات والشائعات والمصالح الشخصية واحد مثلا من الأطباء المشهورين بالعلاج بالأعشاب والحجامة يقول لك أنا بعالج كل حاجة بالأعشاب والحجامة فقط لغير وتكلم في فيديو عن أن الحجامة ممكن يعالج بيها الشلل والجلطات القلب وجلطات المخ والضغط والسكر وحتى نقص الصفايا الدموية وبدأ يتهكم على الأطباء ويقول لك أن الناس في كل العالم بيتعالجوا كده إيه اللي احنا؟ حاجة غريبة جدا فحبيت أرد على النقطة دي أن أصلا الطب اللي احنا بندرسه احنا كمان ده كله جاي من بره احنا عندنا في الدول بتاعتنا مفيش أبحاث ومفيش براءات اختراع كل الدراسات اللي احنا بنتكلم عنها دي دراسات أمريكية ودراسات أوروبية ويدرس في الجامعات الأوروبية والجامعات الأمريكية أصلا لكن اللي هو بيقول عليه لا يدرس هناك ممكن بس بعض الأعشاب تكون بتدرس في حاجات تبع التغذية وكعامل مساعد في بعض الأمراض مع الأدوية وليست بديلا عنها بعض الأعشاب ممكن تكون مفيدة للضغط زي الكاركري وأنا نفسي قلت الكلام ده لكن مش معنى كده أن مريض ضغطه 200 عالمية وأقول له اشرب كاركري وخلاص كذلك الأمر ضبط نمط الحياة والرياضة وإنقاص الوزن والتغذية الصحيحة مهم لكل الأمراض تقريبا وأنا بقول كده في كل فيديوهاتي لكن إلى حدود معينة بعد الحدود دي لازم أدوية وكمان خلي بالك بالمنطق كده الناس يعني اللي هي بتقتنع ودي ناس كتيرة بتبقى عندها فوبيا من الأدوية ومش عايزة تتعالج بالأدوية وعايزة تعالج بالأعشاب أحسن دي حاجات طبيعية ومفهاش ضرر الناس دي لما بيحصلها مشكلة لقدر الله زي جلطة في النخة ولا جلطة في القلب بتجري فورا على المستشفى مش بتروح على الأعشاب الطبيعية وساعتها بيؤمنوا وبيقتنعوا بالأدوية وبيلتزموا بيها بعد كده وبالنسبة لأن بعض الحاجات دي بتستخدم برة فعايزة أقولك إن الخرافات موجودة هنا وفي الخارج في بعض الناس في الخارج في أوروبا لحد دلوقتي مقتنعين إن الأرض مسطحة وليست كروية فيعني ما تستغربش إن في بعض الناس مقتنع بالعلاج بالأعشاب فقط هناك ودلوقتي خلينا نرجع لنقطتنا الأساسية هل أدوية خفض الدهون بتسبب مشاكل ولا مش بتسبب؟ أقولك الأول أي دواء في العالم زي ما ليه منافع لأثار جانبية أدوية خفض الدهون مهمة جدا للحالات التي تستدعي هذه الأدوية واللي تكلمنا عنها في حلقة قبل كده هل ليها أثار جانبية؟ نعم أي دواء ليه أثار جانبية ممكن تعمل صدوع، إمساك، إسهال ممكن تعمل أرق ممكن تعمل شوية آلام في العضلات وغيرها من الأعراض الجانبية لكنها قليلة وهناك بعض الأعراض الجانبية التي قد تكون خطيرة زي حالة تكسير العضلات فعلا لكن دي نسبة نادرة جدا جدا وزي ما قلت لك أي دواء ممكن يكون ليه آثار جانبية حتى الأسبرين حتى الفيتامينات حتى اللقاحات اللي إحنا بنيديها لأطفالنا لأول ما يتولده جدول اللقاحات الإجباري اللي كل الأطفال بياخدوه ده مثلا ممكن يحصل منه نسبة مضاعفات لقدر الله وتكون مميتة لكن في نفس الوقت بتحمي ملايين الأطفال من أمرات كتير فأدوية خفض الدهون معظم المرضى يتحملوها بشكل جيد جدا والأثار الجانبية بتحصل في نسبة قليلة والأثار الجانبية الخطر بتحصل في نسبة نادرة جدا جدا وأخيرا يا صديق العزيز عايز أقول لك نقط محددة أي دواء في العالم زي ما ليه ما نفعل ليه أضرار العشاب الطبيعية مفيدة للدرجة المعينة فقط أو مساعدة مع الأدوية كده كده ما تاخدش علاج غير باستشارة الطبيب المعالج ليك ما تصدقش أي حاجة على السوشيال ميديا حتى ما تصدقنيش أنا شخصيا ودور في المصادر المحترمة زي حتى منظمة الصحة العالمية أي حاجة من الحاجات دي تقدر تدور فيها ودلوقتي الترجمة سهلة تقدر تترجم اللي انت عايزه كمال لو انت مش طبيب هسيب لك بعض المصادر في الوصفة أسفل الفيديو وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم